ضد المعارضة يعني ما التقيت مع صدام حسين الرئيس أنذاك يبو كان شنو نقاط صدام حسين كانت يعني ما كانت أكو فرصة أن تصل هاي الأفكار الملاحظات شو سميها يعني المثالب تعرف أنت الوصول إلى صدام حسين لم يكن سهلا ولكن هو كان في بعض التجمعات التقافية مثلا أو المناسبات الوطنية أحيانا هو يعجب يلتقي بجمهرة من المثقفين جمهرة من المبدعين هكذا يريد وكان يتحدث وحتى هو عند كلمة صارت وياك عند مقولات وصلت إلى الفنان كالسياسي كلاهما يصنع الحياة بصياغ متقدمة يعني بصراحة يعني بعض الكلمات وحتى مرة حضر حضر المسرح الرشيد شاهد عرض مسرحي وكرم بعض الفنانين فمرة من المرات اللي حصلت معنا أحنا كنا في دار الحكمة بيت الحكمة وكانت هناك أمسية شعرية حاضرها شعراء من مختلف المحافظات وأثناء ألقاء القصائد وكان حاضر لوقتها الوزير ومسؤولين من الدولة ففجأة وقفوا القراءات وطلبوا وقالوا كم واحد عد سيارة فنحن ما كنا نعرف شنو القضية بعدين سجلوا الأسماء قلت يا ربي دخيلك ايه متعرف فبعدين تبين الوزير قال يا أبا أنتو الآن راح ننقلكم إلى القصر منو كان الوزير لطيفا صيف جاسم قال الآن راح ننقلكم إلى القصر الجمهوري السيد الرئيس بانتظاركم فجدت سيارات واخذونا إلى القصر الجمهوري وبدت الأمسية مرة أخرى من جديد من جديد هناك وطولة فترة أتذكر كان وقتها شهر رمضان يعني حتى صار وقت السحور تناول السحور هناك تسحرتوا بالقصر بالقصر يعني كم ساعة طول رايز تعرف أنت شعراء جاي يعني من يا ساعة يعني هي كانت سهرة رمضانية مثل مدبول إلى وقت السحور فهذه ورتاحوا إياكم ورتحتوا إياه أو اللي كنتوا خايفين أو اللي شو متدري أنت في البداية حتى مورة سنة يخلونا نطب مرنا بعدة قنوات حتى وصلت مرحلة أنت تروح أنت أكون نوع من المحلول لازم تخسر إيدياك بي وتدري أنت أثناء مرورك ما أنت تمر أجهزة ترقابة أو تفتيش من حيث لا تدري وهذه طبعا حتى من يعني سمعت من أنت تقابل صدام حسين مورة سنة تروح له يعني من تقابل الرئيس أنت تدخل البوابة الأولى والاستعلامات وبعدين توصل لقاعة انتظار وقاعة الانتظار الموجهة عليك الكاميرات وصورتك توصل يما فمن توصل أنت يجب للمعلومات ملفك فمن يوصل يقول هذا أستاذ جلال فأنت مرات تتفاجئ من تدخل يقول لك يا أهلا مرحبا بأستاذ جلال فأنت كأنك يعرفك بس يقول أنها واصلت يعني الأمور بالنسبة لها أكيد وهذه قضية سهلة الشعراء خلن نرجع لهاي الليلة أو الأمسية الرمضانية الشعراء ألقوا قصاعدهم بأريحية طبعا ستعرف الشعراء يعني أكثرهم كانوا يعني يلقون قصاعد وتعرفوا أنت من تكون أمام الرئيس تزداد يعني يمكن حماسة و تتقدم أفضل ما عندك إلى يعني هم كانوا أيضا يقول لك الوصول أمام صدام حسين فهذا شيء كان يعني ربما يكرمهم ربما يغدق عليهم ببعض الهدايا وكان عنده طبعا أيضا كان عنده شعراء شعراء مقربين يعني وشعراء يكرمهم وشعراء بعدين طلعوا شعراء القادسية وشعراء معروفين حسين الهدايا نعم